الدماغ هو العضو يلي بتحكم بكل شي بجسمنا يعني من الحركة للكلام تفكير وحتى التنفس سكت الدماغية بشكل عام هي توقف أو خلل بتروية الدم للدم بس بهذه الحالة بدل ما تكون الجلطة مسكر شريا هون بصير عنا نزيف داخل الدماغ سكت الدماغية الإكفارية بتصير لما الدم ما يوصل بشكل كافي لمنطق معين بالدماغ يعني يا بيمقطع الدم كليا يا بيخف من أهم أسبابها عنا ارتفاع ضغط الدم ما هو أكتر شيوعا لأنه لما بكون الضغط عالي لفترة طويلة الشريين الرفيعة بالدماغ ما بتتحمل وتنفجر بتلاحظ كمان أوقات في ناس خصوصاً اللي عندهم إيمان ببالشوا مسلاً يقرؤ قرآن بسوط عالي أو مسلاً بيردف داخل الكنيسة خلال التأهيل وممكن يصير في ضعف أو شلل بجزء من الجسم غالباً يصير بنص الوجر أو بأيد وجر من الميلة وحدة دماغ هو العضو يلي بتحكم بكل شي بجسمنا يعني من الحركة للكلام تفكير وحتى التنفس كلمال يشتغل بشكل طبيعي مثل ومثل أي عضو بالجسم لازم يوصل لدم وغزى وأكسجين بشكل مستمر عبر شريين دقيقة شغلتها أنه تغزي الدماغ هلأ أوقات بيصير فيه مشاكل بها الشريين وهم بتبلش قصتنا جلطة دماغية بتصير لما ينقطع أو يخيف تدفق الدم لمنطقة معينة بقلب الدماغ طبعاً إذا بطل يوصل دم هالخلية اللي موجودة بالدماغ بتموت بنقسم الجلطات الدماغية لنوعان أساسيان أول واحدة منقلة سكتة دماغية أكفرية بالعامية منقلة جلطة ناشفة يعني بيكون فيه إنسداد بالشريان وهيدا الشي بيمنع وصول الدم لمنطقة معينة بالدماغ تاني نوع منقله جلطة ناسفية ياللي هي بكل بساطة بيصير فيها نازيف فخبرنا أكتر حكيم عن الجلطة الناسفية لاش بتصير وشو أسبابها سكتة دماغية بشكل عام هي توقف أو خلل بتروية الدم للدماغ بس بهيد الحالة بدل ما تكون الجلطة مسكر الشريان هون بيصير عنا نازيف داخل الدماغ يعني الدم بيطلع من الوعاء الدموة بينفجر بيبلش ينتشر داخل الأنسجة الدماغ هيدا الدم مش بس بيمنع التروية الطبيعية بس كمان عم يضغط على الخلايا وعم يسبب له تلف ممكن تصير داخل الدماغ أو حوالي خلينا نتخيل أنه أمبوب ماء بيقلب جهاز إلكتروني حساس هيدا الأمبوب والفجر الماء مش بس حتغرق الجهاز بس بتخربه كليا هيدا اللي بصير تقريبا من الدماغ من أهم أسبابها عنا ارتفاع ضغط الدم اللي هو أكتر شيوعا لأنه لما تكون الضغط عالي لفترة طويلة الشريين من رفيعة بالدماغ ما بتتحملوا بتنفجر في عنا كمان تمزق تمدد الشريين اللي هي أنيوريزم أم الدم منطقة ضعيفة بجهاز الشريين تكبر مع الوقت مثل البلون بتصير وبالنهية بتنفجر فجأة في التشوى الخلقي بالقوعية أكيد في الإصابة المباشرة إذا ضربت راس قوية وعند المسنين ممكن تكون ضربة بسيطة ممكن تسبب نزيف داخلي فيه اللي بياخده أدوية تمييع الدمي على المسيل وأحيانا ممكن تصير بدون أي سبب واضح شو هي الأعراض اللي بتدل إنه الشخص مثلا ممكن يكون عم يتعرض لجلطة تماغية نسفية كلمة نزيف كبر بيصير في ضغط أكبر عدمها وهيدا بيطلع بأعراض واضحة ومفاجئة ممكن يصير فيه عند الصدعف وجيئة بيجي كتير قوي بيجيلك المريض أسوأ وجه حسيته بحياتي وممكن يصير فيه ضعف أو شلل بجزء من الجسم غالباً بيصير بنص الوج أو بإيد وغجر من الميلي وحده صعوبة بالحكي أو الفهم بصير عنده غبشان أو فقدان بالنظر ممكن تصير فيه تقيق غيبوبة وأحيانا تشنجات ممكن يفض عن وعي فجأة على المفتاح هون هو السرعة لأنه أول ديئة بتدلش فيها العراضي يعني الدماغ عم يخسر خلايا ما بترجع إذا مريض صار معه ونزيف دماغي كيف بيتشخص في المستشفى شو الخيارات الموجودة للعلاج يعني مثلا هل مستعمل دواء عملية أو خيارات تانية لنشخص نعمل صورة سكانر سيتي سكان لدماغ ممكن نحتاج بعدها أمر آيرانين المغناطيسي لبعض الحالات المعينة تحليل دم خاصة إذا المريض بياخد مسيل وللعلاج العلاج بيعتمد على المكان والحجم بس بالمبدأ المريض يغرب نحط بالعناية المركزة فوراً نمنع النزيف من أنه يزيد نخفف الضغط على الجمجمة ممكن عبر الأدوية أو أحياناً بعملية جراحية بعد الاستقرار بيبلش العلاج الفيزيائي والكنامة حسب الأضرار الهدف الأساسي هو أن نحافظ على أكبر جزء من الدماغ ونساعد المريض أنه يرجع يوقف ويحكي ويعيش طبيعي ببعض الأحيان نسمع بعض الإشاعات أو الخلافات إذا بدك بيقولوا إذا ما حس الشخص بيوجع يعني ما صار معه شي خطير أو مثلاً نسمع ناس كمان بتقول أنه اللي بيرجع بيمشي بعد السكتة خلص نجي من الموضوع وأطعت شو تعليقك هالموضوع؟ السكتة أحياناً بتجي بدون وجع خصوصاً عند المسنين كل دقيقة بتأخر فيها هون دماغنا عم يخسر خلايا ما بترجع خلايا نحكي عن قصة وقعية صارت معنا مريضة عمره 65 سنة كان بتعاني من ضغط بس ما كانت تاخد دوا الضغط بانتظام قام حست بدوخة وبلش وجع راس قوي فكرته وجع راس عادة بس بعد أقل من ساعة ما عادت قدرت تحكي وقعت واجت على المستشفى طلع مع نزيف بدماغ خضعت للعينيين مركزة بعد جراحة صار عندها شلن خفيف بس لحصن الحظ بس بلش تقيل تحسنت ومشي حال الشو الفرق بين الجلطة الاكفرية والنسفية الجلطة بيكون الشريان مسكر أما بالنزيف الشريان بيكون انفجر فالعالجات مختلفة تماما ولازم نفرق بيناتهم لأنه قدوية الجلطة ممكن تفتح الشريان إذا كان عندنا نزيف هادي القدوية ممكن تقتل بس بالنهاية النزيف الدماغي بيصير فجأة بدون انذار بيخلي حياتنا على خط الخطر فازم نعرف حدا عنده ضغط لازم دايما نتذكره بعيدا الموضوع ودايما لازم أول ما نشوف هيدا العراض الغريبة ما نتردد نتوجه على المستشفى لأنه كل دقيقة بتفرق هلأ صار واضح إلنا شو يعني جلطة نسفية بس في نوعتين من الجلطات لازم نحكي عنه هو أكتر شيوعا عند الناس الجلطة الاكفرية حكيم إذا فيك تخبرنا شو يعني مصطلح الجلطة الاكفرية من الناحية الطبية شو عن نوعب لاش بتصير كيف بيأثر كيف ممكن يأثر امقطاع الدم بهذا المنطرح على وظافة الدماغ ساكت الدماغية الاكفرية بتصير لما الدم ما يوصل بشكل كافي لمنطقة معينة بالدماغ يعني يا بينقطاع الدم كليا يا بيخف وهالشي بيقلل تدفق الدم وهيدا هو يلي منسميه الاكفار وهيدا الشي بيمنع خالية الدماغ انه توصل للأكسجين والغزى يلي بتحتاجهم هلأ إذا ما وصلهم بتبلش الخالية تموت خلال دقايق وإذا مات عدد كبير من خالية الدماغ الشخص ممكن يخسر الوظائف أو القدرات يلي كانت هالخلايا تتحكم فيها مثلا الحركة كلام أو حتى الفهم خلقا بنحكي عنهم أكتر لما نوصل لفكرة العوارض حسب الجمعية الأمريكية للسكتات الدماغية جلطة الدماغية الاكفارية بتشكل حوالي 87% من كل حالات السكتات الدماغية في نوعان أساسيات من الجلطات الدماغية الاكفارية أول واحدة منقلة الجلطة الخثرية ترومبوتك ستروك هيدا بتصير لما تتكون خفر الدم اللي هي جلطة يعني جوها شريان بالدماغ يعني الجلطة بتتكون بمحلة هيدا الشي بنسميه ثرومبوسيز نوع التاني بنقله الجلطة الصمية أمبوليك ستروك بها الحالة الجلطة بتكون بمكان تاني بالجسم يعني مثلا القلب وتسافر مع الدم وبتعلق بشريان بالدماغ هلا كمان فيه نوع تالت لازم ننتبهله اسمه النوب الاكفارية العابرة وكتير من الناس بيسموها جلطة خفيفة أو جلطة عابرة أعراض بتكون مثل الجلطة الحقيقية بس بترجع بتختفي خلال وقت قصير يعني مثلا أحيانا خلال ساعات بس هيدا ما بيعني أنه الأمور بخير هي إذا بدك منيعتبرها أنزار أنه فيه خطر كبير ممكن يصير يعني جلطة حقيقية ممكن تصير عن قريب مع المريض لما بنحكي عن الاكفارية بالسكت الدماغية شو هن الأسباب الشيعة اللي ممكن تسبب انسداد الشرايين وفيه أسباب بتخص الشباب الجلطة الدماغية الاكفارية بتصير لما يصير فيه تدييق أو انسداد بالقوعية الدموية يلي بتغزي الدماغ هلا هيدا الانسداد ممكن يصير من وراء تراكم الدهون وترسبات على جدار الشرايين أو بسبب خفر الدم يعني تجلو الدم في كتير حالات صحية ممكن تسبب هالجلطات مثل أول شي تصلوا بالشرايين يعني وقت يصير فيه تكلس أو تدييق بالشرايين تانيا إذا فيه أمراض اضطرابات بتخثر الدم ثلاثة رجفان الأذينة هو نوع من عدم انتزام ضربات القلب رابعا تشوهات خلقية بالقلب مثل وجود فتحة بين الأذينين والبطينين وهيدا ممكن تصير عند الشباب يعني هيدا ردا على سؤالك أخيرا أمراض الشرايين الدقيقة بالدماغ يلي ممكن تسكر الأوعية الصغيرة تمنع وصول الدم شو العوارد والعالمات اللي ممكن تخلي الشخص يشك إنه فيه جلطة إكفارية كيف منشخص الجلطة الإكفارية بدقة؟ الجلطات الدماغية الإكفارية ممكن تسبب أعراض كتيرة ومختلفة ولازم نعرف نميزهم بسرعة كلمة لما نضيع وقت فينا نحفظ جملة بالإنجليزية هي بي فاست هي اختصار بساعدنا ننتبه لها العوارد بسرعة أول حرف البي هو بالنس توازن يعني فجأة الشخص ما بقى يقدر يوقف مظبوط أو بيحس حاله عم يوقع حتى ممكن دوخ تاني حرف ال-E eyes يعني العيون شخص ممكن يصير عنده مشاكل مفاجئة بالنظر ممكن بعين واحدة أو اثنان يعني ممكن بس يصير عنده زوغلة بالعيون تالتي الفيس ال-F هي الوجه يعني بنقول له الشخص يبتسم بنلاحظ إنه ميلة واحدة بس من وجه عم تتحرك وهيدا علامة بتدل إنه ممكن فيه وجود للجلطة ال-A arms بنسأل المريض إيدا يعني بنخليه يرفع إيدا إذا إيد نزلت أو ما قدر يرفعها ممكن يكون في جلطة على وقت فيه ناس بيسألوا ليش السكت الدماغي بتأثر مثلا على الجهة اليسارة من الجسم أو قاتة على اليمين يعني جواب بسيط كل جهة من الدماغ تتحكم بالجهة العكسية من الجسم يعني إذا صارت الجلطة بالجهة اليمينة من الدماغ رح تتأثر الجهة الشمالة من الجسم والعكس صحيح ال-S for speech يعني الحكي بصير يحكي كلام مش واضح أو مثلا بصير المريض مش قادر يركي بجملة صح أخيراً ال-T time هيدا أهم وحدة الوقت والوقت كتير مهم لازم نتصرف بسرعة نتصل بالإسعاف فوراً ولازم تنعرف الساعة يلي بلش فيها العوارد لأن هالمعلومة بتساعدنا نحن كأطبة نقرر أحسن علاج ومنشخص الحالة بنفس الطريقة يليم استعملها لنشخص الجلطة النسفي يعني نطلب صورة سكانر للراس تخطيط قلب مثلاً صورة رانين مغناطيسي يا مرآي ببعض الأحيان وفحصات دم طيب شو العوامل الخطر اللي بتخلي حدا عرضه أكتر أن يصير مع جلطة أكفارية هلا أي حدا ممكن يتعرض لجلطة دماغية أكفارية بس في ناس عندهم خطر أكتر من غيرهم مثلاً أول شي بيجي العمر أشخاصي اللي أعمارهم فوق الخمسة وستين من بعدها المدخنين أو اللي بيستخدموا النيكوتين بأشكال تاني مثل الفيب بيقلك أنه الفيب هو خيار يمكن أكتر صحي لا ممكن يسبب جلطة من بعدها بيجي اللي بتعطهم مخدرات كمان في حالات صحية بتزيد الخطر مثل ضغط الدم العالي اللي حكينا عنه بالحلقة اللي قبل كوليسترول العالي أشخاص اللي عندهم مشاكل بالإدمان على الكحول وأكيد السكر من النوع التاني كيف منعالج هيدا النوع من الجلطة؟ أول وأهم شي هو الوقت يعني كل دقيقة منتأخر فيها على المريض ملايين من خلية دماغ ممكن تموت فعشان هاك العلاج بيبدأ أول ما يوصل المريض على الطوارئ أول أحد الأدوية اللي بنعطيها هو علاج تحليل الخطرة هو عبارة عن أدوية بتساعد تدوب هيدا الجلطات العادة منستعملها بس إذا كانت الأعراض بلشت أقل من أربع ساعات وله السبب بالذات ضروري كتير نعرف أين تبلش العوارض لأنه الوقت هو العامل أهم بالعلاج بحدد إذا المريض فيه ياخد هيدا الأدوية ولا لا بعدها ممكن نحتاج مميعات للدم أو مسيلات للدم يعني لنتجنى بحدوث جلطات جديدة أكيد أكسجان مننتبه كتير لموضوع تنزيم السكر بالدم ببعض الأحيان نستعمل علاج منسمية خفض حرارة الجسم هو بأوقات نادرة منستعمله بس منخفف تلف الدماغ كل المريض لازم نحط تحت مراقبة دقيقة لأن في فترة بعد الجلطة اسم الفترة الحرجة ولازم نمنع أي مضاعفات خلالها وانا لازم نوضح شغلة كتير مهمة العلاج بيختلف تماما بين السكت الإكفارية يعني اللي هي الجلطة والسكت النسفية اللي هي نزيف بالسكت الإكفارية مستعمل أدوية بالدوى بالجلطات أو بتمنع التخثر مثل ما حكينا مميعات الدم أما بالسكت النسفية ما فينا أبدا نعطي هذه الأدوية لأنه الدم أساسا عم ينزف من شريان متمزة فهاك منزد النزيف يعني باختصار مفتاح ونعرف نوع السكت بسرعة لما نعطي العلاج الصح وإذا صار عند شخص جلطة أكفارية شو أول خطوات التأهيل العاجلة؟ التأهيل بعد الجلطة هو جزء كتير مهم من العلاج خاصة بالجلطات النسفية كمان أول علاج المستعمله هو العلاج بالنطق سبيتش ترابي بساعد الشخص يرجع أو يرجع قدرته على الكلام أو يحسنها كمان بساعد يضبط العضلات يلي بتخليه يحكي يتنفس يأكل أو يبلع وتلاحظ كمان أوقات في ناس خصوصاً اللي عندهم إيمان بيبالشوا مثلاً يقرؤ قرآن بصوت عالي أو مثلاً بيرتلوا داخل الكنيسة خلال التأهيل هيدا الشي بساعدهم يقوم ونطقهم ودرتهم على الكلام شوي شوي تاني على علاج الفيزيائي نشتغل بالعلاج الفيزيائي على تقوية العضلات منحسن التوازن واسترجاع القدرة على استخدام الإيدان والإجران ثالثاً العلاج الوظيفة منقله occupational therapy اللي هو بساعد الشخص يرجع يعمل أنشطة يومية بأمان خاصة مثلاً الشغلات اللي بدها حركات دقيقة وأخيراً العلاج الذهني أو الإدراكي cognitive therapy هدفه أنه نحسن الزكرة نحسن التركيز ونسترجع القدرات العقلية اللي ممكن كانت تأثرت بعد الجلطة اشتركوا في القناة شكرا